التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس شركة أميا الإماراتية للطاقة حسين أنويس الذي أشاد بمناخ الاستثمار الحالي في مصر وما تتبنه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح واستعرض أنويس مقترح المشروعات التي يعتزموا إقامتها في مصر في مجالات تحريات المياه والهايدروجين الأخضر وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في هذه المجالات الواحدة من أجانبه رحب رئيس الوزراء بالاستثمارات الجديدة التي يعتز منويس إقامتها في مصر مؤكدا الأهمية التي توليها الحكومة لمشروعات تحليل المياه وكذل هيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة لأسيما مع استضافة مصر هذا العام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قب 27 هذا وقد طلب مدبولي موافاته بالتفاصيل الفنية الخاصة بالمشروعين المقترحين من جانب رئيس شركة أميا الإماراتية للطاقة حتى يتسنى درستهما والبدء في الاتفاق حول مراحل واليات التنفيذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر